تعلمنا سابقاً طريقة حل معادلات الخطوة الواحدة مثل هذه المعادلة 2 سين تساوي 8 وبقسمة الطرفين على 2 نتج لنا سين تساوي 4 وتعرفنا أيضاً على الكسور المكافئة مثل ما يظهر هنا الكسر 5 على 25 يكافئ الكسر 1 على 5 والكسر 16 على 12 يكافئ الكسر 4 على 3 في هذا الدرس رح نتعرف على التناسب وهو معادلة بين النسبتين أو معدلين متكافئان وفيه طريقتين حتى نتعرف إن النسبتين تشكل تناسب أولى الأولى نتأكد إن الكسرين متكافئين مثل ما يظهر هنا النسبة 6 على 8 تكافئ 3 على 4 الطريقة الثانية هي الضرب التبادلي مثل ما يظهر في هذا المثال نواتج الضرب التبادلي متساوية وتساوي 24 ونقدر نستعمل الضرب التبادلي لحل تناسب أحد أطرافه غير معروف مثل ما يظهر في هذا المثال ضربنا ضرب تبادلي نتج معادلة ذات خطوة واحدة وبحلها نحصل على قيمة سين ناخذ مثال من واقع الحياة إعادة تدوير 900 كيلو جرام من الورق تحمي 17 شجرة تقريباً وبتطبيق ما يعلمنا درسنا نستنتج إن تدوير 2,250 كيلو جرام من الورق يحمي 42 شجرة ونص يعلمنا هذا الدرس استعمال التناسب في حل المسائل اشتركوا في القناة